اشتركوا في القناة الجنوب الافريقية ناليدي باندور في جنوب افريقيا حيث اعلن البلدان تنصيق موقفهما بخصوص قادية الصحراء ومباشرة بعد لقائهما صدر بيان مشاركة يعبر عن انشغال البلدين بما اعتبره استئناف المواجهات العسكرية بين المغرب والعصابة يدعو الاتحاد الافريقي والامم المتحدة الى اطلاق عملية سياسية للتثوية النهائية للملف مطالبا بتطبيق استفساء تقرير المصير استنادا على معتبرته خارجية البلدين اللوائح الافريقية والاممية بالاضافة الى دعوة ما الامين العام للامم المتحدة لتعيين مبعوث اممية يملأ المقعد الشاغر منذ استقالة المعبوثة السابق هورست كولر في ماي من سنة 2019 وتحاول الجزائر من خلال زيارة وزير خارجية الى جنوب افريقيا باعتبارها حليفة الاقوى داخل الاتحاد الافريقي في مواجهة الوحدة الترابية للمغرب وتدارك انتكاثاتها الدبلوماسية المتتالية التي وصلت دروتيا باعلان الولايات المتحدة الامريكية الاعتراب بالسيادة المغربية على الصحراء عبر مرثوم الرئاسي وقاعه الرئيس دولان ترامب وافتتاح قنصلية لواشنطن في مدينة الداخل لكن التحدي المقبل للجزائر وحليفة جنوب افريقيا سيكون هو مواجهة خطة المغرب لانهاء عدوية جمهورية الوهم داخل الاتحاد الافريقي وهو الامر الذي بدأ العمل عليه في 2017 بعودة المغرب الى المنظمة ثم فتح سلسلة من القنصليات التي تمثل دولا افريقية في مدينتي العيون والداخل ووصولا الى الدعم الافريقي الكبير للتدخل العسكري المغربي في القرقرات لاعادة فتح المعبرة الذي يربط بين المملكة بموريتانيا ووفق المعطيات فان المغرب سيعمل انطلاقا من القمة الافريقية المقبلة في ادس ابابا يوم الواحد والعشرين فبراير القادم على جمع اصوات ثلثي الاعضاء لصالح مقترحين باحداث ثعديلات على مواد ميثاق الاتحاد الافريقية بما يسمح باقتراح طرد احد الاعضاء وهي المبادرة التي تضمن الرباط حتى الان اصوات اربع وعشرون دولة لتمريرها بالاضافة الى الصوت المغربية وتعمل على حجد دعم ثلاثة عشر دولة اخرى حتى تحثم الامر نهائيا تم اليوم التلاثاء بأدار البيضاء توقع بروتوكول اتفاق لاحداث اربع مصانع في قطاع السيارات باستثمار بلغ قيمته الاجمالية تسعمائة واثناثر مليون درهم سيسهماني في احداث تمانية الاف وثلاثمائة منصب شغلة وذلك بين وزارة الثناعة والتجارة والاقتصار الاخضر والرقمية والمجموعاتين اليابانيتين ثومي تومو ويازاكي ويتعلق البروتوكولان الذين جرى توقعهم وفي حفلنا ترأثه الوزير مليحفيد العالمي بانجاز مصانع جديدة لانتاج احزمة الكابلات من طرف المجموعاتين اليابانيتين ويهم استثمار يازاكي البالغ قيمته اربعمائة واثنين وستين مليون درهم انجاز ثلاثة مصانع جديدة للمجموعة بكل من طنجة والقنيطر ومكناس والتي ستمكن من احداث ستة الاف وثلاثمائة منصب بينما تعتذم مجموعة ثومي تومو احداث مصنعي الخامس بالدار البيضاء لتلبية احتياجات ذبنائها باستثمار قيمته أربعمائة وخمسين مليون درهم سيمكن من احداث ألفي منصب شغلة وفي كلمة له بالمناسبة أكد السيد العالمي أن هذين الاستثمارين الجديدين يعكسان مدى مرونة وقدرة قطاع الصناع المغربية على التأقلم مشيرا إلى أنهما يمثلان عربون ثقة في منصة الانتاج المغربية التي توفر جودتها وأدائها وتنوعها لرواد الصناع العالمية أفاقا مستقبلية وتنموية واعدة وأضاف أنه تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد الثالث فالمغرب في طريقه لأن يصبح المنصة الأكثر تنافسية في العالم في قطاع السيارات وأشدد على أن المغرب ماضي في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي من خلال تحسين مستوى الاندماج العميق لمنظومتنا الصناعية والتحول نحو الانتاج الصناعي الخالي من الكربون لا يتحدث المثؤولون المغرب والبريطانيون حاليا عن إمكانية اعتراف المملكة المتحدة بالثيادة المغربية على الصحراء وافتتاح قنصلية هناك فالرباط كانت مشغولة خلال الأيام الماضية بتنزيل المرثوم الرئاسي الأمريكي المتعلق بالقضية نفسها بينما كانت لندن مركزة على المراحل النهائية لمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي لكن بالنسبة للإسبان الأمر مختلف إذ في اعتقادهم أن تلك الخطوة ليست إلا مثلة وقت فقط ففي اليوم نفسه الذي كان فيه وزير الشؤون الخارجية المغربين الثربوريطا أول أمثل أحد يعلن من مدينة الداخل عن قرب افتتاح عشر قنصلية جديدة في مدن الأقاليم الجنوبية ويؤكد أن لو لا ظروف جائحة كورونا لا وصل عدد التمثليات الدبلوماسية هناك إلى ثلاثين كانت صحيفة البايث تمشر تقريرا سياسيا مطولا تؤكد فيه المملكة المتحدة ستعلن قريبا عن افتتاح قنصلية في الصحراء بعد إتمام خروجها من الاتحاد الأوروبي وترى الجريدة أن لندن تبحث عن حلفاء جدد بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي وانطلاقا من ذلك تستعد لبناء تحالف استراتيجية مبني على المصالح المشاركة مع الرباطة يتضمن الاعتراب بالثيادة المغربية على الصحراء والاعتراب بالرؤية الملكية للملك محمد الثالث في إفريقيا ما يجعل من المغرب دولة مرجعية في القارة السمراء وبوابة بريطانيا إلى هناك وأبرز التقرير أن الرباط ولندن ترغبان معا في تحقيق علاقات مع المستويين السياسي والاقتصادي بعد البريكسيت وهو ما سيجعل المغرب بديلا مناسبا لإمداد المملكة المتحدة بالمنتجات الفلاحية وخاصة الخضر والفواكع ودى إسبانيا بالإضافة إلى تصديره المنتجات السماكية والفصفات بالإضافة إلى أن اليد العامل المغربية ستعود ناظراتها الأوروبية بعد تنزيل القوانين التي يفردوا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي كل ذلك سيمكن المغرب من حليف مهم يتمتع بالعروية الدائمة في مجلس الأمن لدعم مصالحه لكن البايث وهي الجريدة الأكثر انتشارا في إسبانيا لم تكن الأولى التي توقعت اعتراف البريطانيين بالسيادة المغربية على الصحراء فالصحيفة الإسبانيول بدورها رأت أن لندن ستعقب واشنطن في القيام بهذه الخطوة في تقرير نشرته في الثاني عشر دجنبر الماضية بعد يوم فقط من إعلان ترامب مبرزة أن الريباط ترى في المملكة المتحدة القوى العظمى التالية التي تفتح قنصلية لها في الصحراء وعشارت إلى أن التمهيد لذلك بدأ توقيع البلدين لمجموعة من الاتفاقات في المجالات الثياسية والتجارية والعسكرية وعمليا بدأت بريطانيا الاستثمار في الصحراء عبر مشروع الطاقة البديلة العملاق إكسلينكس لكنها أيضا وقعت مع المغرب ثلاث آليات قانونية في أكتوبر 2019 تشكل اتفاق شراكة شاملة بين البلدين تمهيدا لما بعد البريكسيت والتي بدأ تفعيلها المؤقتة في فاتح يناير 2021 وسيشمل التعاون بين البلدين بناء على ذلك كل التراب المغربية بما في ذلك الصحراء حيث ستكون لندن في حل من أي موقف ثياثي موحد للاتحاد الأوروبية أو عرقلة من طرفه إحدى المحاكم الأوروبية ترجمة نانسي قنقر